هذا هو مركب الأحلام مركب رشيد المركب المتهالج ده غرق باللي فيه وغرقت معاهم كل الأحلام معظم مراكب الهجرة غير الشرعية شبه المركب ده طوله لا يتعدى 28 متر ومسحته لا تحتمل أكتر من 150 فرد مؤلف من جزئين الجزء السفلي اللي بيسموه التلاجة ده الوقت هنا أوريكو الغطر بتاعة التلاجة هوا كانت تكلموها ليه اللي كانت فيه مدرقة ده هوت أول فتحة بتاعة الملحة ده اسمها ملحة التلاجة هو عبارة عن غرفة عادية إنما وظيفتها تخزين طعام الطاقم والسمك اللي بيستدوه الصيادين ولكن سماسرة البحر بيكدسوه بالبشر فوق بعضهم أما السطح ففيه غرف صغيرة يحشر فيها المئات من المهاجرين والباقي يوزعون على سطح المركب من الحكايات والقصص التي تروى تبين إن المهاجرين السوريين والأفارقة في الغالب بيطلعوا المركب ومعاهم أشياء أساسية لايف جاكت، صدرة نجاة، أدوية دوار بحر، طمر ولبن ومراهم ضد حروق الشمس أما المهاجرين المصريين فهم لا يحملون أي من هذه الأشياء السمسار السوري عادة بيوفر تلك المتعلقات ولكن في المقابل بيضاعف تمن الرحلة على المهاجر السوري أما السمسار المصري فبتنتهي مهمته بتحديد المكان ووقت الهروب وهم يتصرفوا المهاجرين السوريين على المراكب دي في الغالب بيرتحلوا أسر وعائلات أما أغلبية المصريين فبيطلعوا فرادة شباب وأطفال الرحلة شاقة ومهينة ومعزبة في هذا المركب إذا لم يغرق المركب فمن عليه سيعاني لأيام من الجوع والعطش والإغماء؟ وأحياناً يتوه المركب ويفقد بصلته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل وصول المركب للمياه الإقليمية الإيطالية تبدأ رحلة البحث عن خفر السواحل الإيطالي فالموجودين على المركب ينتظرون بفارغ الصبر أن تظهر بارجة إيطالية تستوقفهم وتقبض عليهم نعم هم يريدون أن يقبض عليهم لأنهم سيسلمون للصليب الأحمر ويوضعون مؤقتاً في مخيمات كبيرة حيث يقدم لهم طعم وشراب وإغاثة الآن المخيمات تضيق بمن فيها والحكومات تتلاوم فيما بينها وسماسرة البشر هم من يضحكون دائماً يضحكون أخيراً وطويلاً لما كنت تسمع أو تتابع أخبار الإنقاذ أو نقل الجثامين كنت دائماً تسمع مصطلح أو كلمة التلاجة يقول لك كل اللي في التلاجة غير قوماته اللي كانوا على السطح كان عندهم فرصة منهم اللي قدروا ينقذوه ومنهم اللي مقدرش أحمد محمد درويش كان في التلاجة كان تحت وكان المفروض لو لا لطف ربنا يكون مع من ذهبوا من التلاجة بفكر أنه لما انتشلوا القارب مؤخراً وجات الرفعات والتبع للبترول والجيش والدولة رفعوه ولم يكن خاول وفاض ما كانش المركب فاضي بعد أيام وأيام كانت التلاجة فيها من فيها أحمد محمد درويش معاناً النهار أرحب بيك وأقول لك الحمد لله على سلامتك أما محمود حسين فهو كان على المركب والحمد لله نجا بس ابن عمه اللي كان معاه على المركب للأسف ما أمكانش إنقاذه أهلاً بحضرتك محمود حسين البقية في حياتك والحمد لله على سلامتك وكل الحاجات الحمد لله كله تهربوا منك قدر الله ما شافع الحمد لله أما محمود عبد الوهاب محمود عبد الوهاب ما كانش على المركب دي كان على مركب قبل كده عدت البحر المتوسط ووصل أوروبا وراح فرنسا وبعد كده هم رحلوا ورجعوا أهلاً بيك يا محمود بشرفين برغم الظرف بس زي ما قلت إحنا جايناً نسمع أنا هبتدي بأحمد أنت بفدي أنت الكلام يا حمد لو عايز والله يا الرحلة جات زي نظام لا كانش مترتب لها جال لواحد صاحبي قال لي الشغلة هنا ما عادش جايبها مو تعال نشوف حاجة جديدة قال لي إيه جديدة عندك قال لي أنا طالع سفرية قلت له إيه نظام السفرية قال لي بحر قلت له مش خطر قال لي لأ ما ناس كتير عدد بالطرق دي فقلت له خلاص ماشي فقلت له النظام إيه قال لي ملكش دعوه بأي حاجة طب الفلوس أو النظام إيه قال لي برضو ملكش دعوه حاجة يعني بعد ما توصل نتكلم في الفلوس طبعا وخلاص ما حطتش في دماء الموضوع فجأت به في ساعة ليوتو بيقول لي يلا عشان هنسافر قلت شملاتي بنفسي على أي حاجة طبعا لبست ممكن ما كنتش واخد أي حاجة معاي ولا عمل حساب على أي حاجة طلعنا روحنا سكندرية انت منين قصني محمود أنا من الزفتة الغربية بلد شبرى اليمن طبعا العربية جات خديتنا وقدتنا المكان اللي كنا هنسكن في اللي احنا سكننا فيه ده قعدنا فيه يوم يوم وتاني يوم الساعة نشهر بالليل خرجنا طبعا ركبنا العربيات اللي هي تودنا عشاط روحنا عشاط طبعا تعب وجاري وبهدلة الواحد لو كان يتوقحها قبل ما يمشي ما كانش عمره فقر يعمل كده طبعا اللي بفقر يسافر دون فقر انه يروح يركب من عشاط كده حاجة مرتاح لا قول انت كنت متخيل ايه ولقيت ايه يعني خيانة تزدكي أنا كنت متخيل ان انا هركب طب مثلا المركب ديت كبيرة سفينة يعني سفينة كنت متخيل ان انا هركب من شاط يعني من على شاط مش هاجر في وسط صحرا مش هاجر في وسط جنائن المركب هتكون كبيرة لحد المياه جرينا فيها علشان نركب المركب وكده بهدلة يعني من الواحد ما كانش يتوقحها وفي نفس الوقت يعني المنظر كان بيبا صعبان على الواحد علشان معنا اطفال يعني هي العربيات نزلتنا في حطة معينة في وسط جنائن شجر بعد كده ابتدنا نجري بحوالي أسافة طويلة على ما روحنا على الشاط وبعد كده نزلنا هجرينا في المياه برضه عشان نركب اللي هو اول مركب هنركبها كنا مفكرين ان احنا خلاص هنمشي على كده لأ المركب دي هو اتودتنا المركب تاني وانت بتسأل صاحبك ده اي حاجة؟ يعني ولا ما بتسألش؟ انا مسألتهش هو قال لي يلا نمشي مشينا على كده طبعا كل اللي في بيبقى في دماغ الواحد بيبقى نظام توقعات بتوقع حاجة لكن بتلاقي حاجة تاني كنا انا كنت مفكر ان احنا هنمشي بأول مركب ركبناها لأ المركب أول مركب ركبناها دي ودتنا المركب تاني المركب التاني دي لانها ودتنا لوحدة تالت مش عارف ايه يعني السر في كده ان هم ينقلونا من مركب لمركب هيا دي المركب الأخير اللي انت كنت فيها يا يحمد هيا دي اللي انت كنت عليه انت كنت بقى جو اصلا كنت تحت تحت خالص في قوضة يعني مفاهاش غير شبك بس هواية كده في السقف بتاحها من فوق عبارة عن متر في متر وكنت كام واحد تقريبا فيه كنا حوالي بالنظام اللي انا اللي هم كانوا قاعدين بيه أزد من مية كتير يجي مية وسبعين واحد يجي مية وسبعين واحد كتير يعني ده مية وسبعين في تحت بس في الحتة اللي تحت في قوضة اه هي القوضة القوضة اللي تحت دي هي اعتبر في وسط المية ما تذكرش أصلا اعتبر في السفنة من تحت في المية من تحت بيقولوا كل اللي في التلاجة ما حدش فيهم دلأسف نجح صعب تطلعوا منها اموال انت طلعت ازاي انا كنت قريب من الباب ساعة ما نقلبت طبعا ربنا عني لحد ما ساعة ما خلاص جيت على جنب السفنة من جنب كده انت حسيت بقي ايه اللي حصل يعني عشان تخليك تخرج استمعت السويت ولا حسيت ان المركب هتوقع يعني هتغرق انا المفروض ان في الوقت دوت في ارتباك لان هي ما غرقتش على طول بيقولوا انها غرقت على طول ده هي غرقها في حد ذاته من على وشه المية كان على طول اما هو احنا مثلا العدد اللي جلنا الزيادة ده جلنا حوالي مثلا اداء الفجر كده يعني في التوقيت ده طبعا فضلت الحال مستقر بعد تنظيم الطقم اللي كان عليها الحال كان مستقر بالزبط بتاع نص ساعة بعد كده طبعا نتصل بالشرطة ما فيش امل انها يعني هتمشي ولا هتكمل بينها ابتدنا نقلق نرنع الشرطة وكده طبعا كانت يعني الجو كان لسه ضلمة وفيش عبورة كاسية على الماء وكده عادنا نرنع اليوم وكده ما فيش حد عبرنا فكل قلق هنموت هتموتوا معنا اطفال وخلاص كله ابتدى يعني يقلق وكده فيه ناس كتير ابتدت تقوم من مكانها والعدد كتر فوق طيب المفروض حاجة زي كده وعمالي قولي يا جدعان ما حدش قوم من مكانه العدد كتر بقى وكل تخلم من مكانه وكده قاعدت بقى تميل كده شوية تميل كده شوية طبعا هي كلها مع بعضها سواء في التلاجة سواء على السطح من فوق كله متوقع ان هو مش بفيش حد يطلع السلية انت كان معاك بتاع صوت النجاح؟ لا لا ما كانش معايا حاجة من ده خالص واللي معاها طوق النجاح كان جايبه من بره شاريم من بره هو جاي يعني هم ما كانش معاهم الحاجات دي يعني وعدد قليل جدا اللي كان معاها طوق النجاح اتقدت تفكر ازاي بقى وانت شايف الناس بتصرخ والسفينة شكل او المركب شكلها بيغرق؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد اللي بيوجه الواحد في الوقت ده يعني هي مش مش شطارة وبعدين حتى يعني بعد ما اللي واحد طيلها هتعم هتعم هتروح فيه يعني حتى لو الشطم على بعد مثلا اتنين كيلو اللي واحد مش هيشوفه الشابورة كاسية كاسية على المية بشكل فظيء حتى لو في مركب مثلا ريبة منينها مثلا هنستنجد بيها مش هتشوفنا كان فيه عيال كتير في الواحد كتير اطفال كتير كتير جدا ودي اكتر حاجة كان يعني بخليها الناس الكبيرة كان بتعيط على منظر الاطفال دي اطفال كتير وحريم انا عمره ما كنت اتوقع برضو ان الهجرة دي او الحاجة دي يجي فيها اطفال وحريم يعني بالبهدلة دي دول اساسا يعني قدروا يوصلوا للمركب دي ازاي دي احنا كشباب جرينا جاري يعني رهقنا تعبنا جامد الحريم ديت والاطفال ديت جوم لحد هنا ازاي مين اللي انقذك يا احمد مين اللي اللي مد ايده يعني ايه اللي حصل وربنا سبحانه وتعالى اولا ثم بعد كده الصيادين ان الصيادين انا بصراحة الحقيقة يتقلل ما شوفت شجار الصيادين هي اللي بتطلع في المصر لا يعني انت فضلت طافي على المية انا عمت انا طلعت من خلاص هي عبارة عن فتحة متر في متر خربت منها خلاص بيتفي على وش المية كده اه وما بصتش وراك ما بصتش ورايا همين اللي هيبص وراها انا انا صح جيت اطلع على وش المية لقيت اللي ببص المنظر واحد شاب يعني بصت في وشي حسيت ان هو يمسكني في ايدها يموتني بيقيت اختص واطلع قدام اختص واطلع قدام لحد ما رحت في حتة الواحدي طبعا عندنا يعني في الاريوف وكده اه بتعلموا العوم ده حاجة اساسية عندنا النيل ويعني وكده يعني متوفر انت عندك مشكلتين واحد ان انت حد يحاول يستنجد بيك فيغرقك او تغرق انتو الاثنين او حتى تشوف نظرة الاستنجاد في عينيه وانت مش قادر تساعده هو نظرته في حد ذاتها وفي نفس الوقت اللي احنا فيه فيه رعب يباين في وش الجميع يعني اللي ايه يمسك فيها ده جاي يمسك فيها من ورا يعني جاي يمسك تتعلق فيها من الابدي ايه في الوقت ده حتى لو انا يعني الواحد اللي بيشوفه والمناظر اللي بيشوفها مفهوش روح ان هو يشيل حد ايه انا هرجعلك يا احمد هرجعلك بس بعد مسأل محمود انت كنت على المركب يا محمود بس كنت في حتة تانية غير احد انت في مقدمة المركب من قدام دي اول حتى غير ايت صح؟ ايه 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 بقى اللي حصل مركبنا ثلاث مراكم مش مركب واحد عرف ايه المركب من اول ما غير ايت من قدام احنا كنا ميتين وخمسين شخص اصلا في المركب الكبير دي المركب اللي هي غير الدين في مركب اللانش اللي هو بيقضي يحول لنا الناس ايه انا هراح اجيب مثلا ثلاثين واحد او خمسين واحد واجه التلاثين اللي راح اجابهم جابهم مئة وسبعين ويمكن اكتر من المئة وسبعين طبعا المئة وسبعين مع المئة وخمسين ربو مئة وعشرين من بعد مركوبهم المركب مفيش نص ساعة المركب عمل ايه مفيش توازن خالص يعني المركب ديت شير 500 نفر ازاي او اكتر يعني المنظر ده ازاي شير 500 نفر احنا ما نعرفش احنا لو نعرف ما كناش روح لا انا قصدي انا يعني مركب قدامي وحداكي بتاعي انا مش متخيلة يعني كنت عمي زي السردين يعني اه كله جان ببعض وكله متكتف في بعضه يعني عساسا المئة وسبعين المئة ومتاني وخمسين دول الكيرو موجودين ما كانش اساسا فيه نفس ما كانش عارف يقود نفس ميبالك بالا مياجي مئة وسبعين فوق المئتان وخمسين دولار مفيش توازن خالص بقى ده كله المركب واقف المئة وسبعين جوم رجبه من هنا المركب بقى عادة جانوسة ساحية مفيش توازن طبعا المئة وسبعين اللي تلاحت مع اللي على اليمين واللي على الشمال واللي في المقدمة واللي في المؤخرة من ورا الكل هايج اصلا مفيش تفكية اساسا كل اللي كان على المركب هو اللي غرقه يعني هما لو قاعدين سابتين فوق فكرت في ايه بقى انت كان مين في حد قرايبك كان على المركب وحنا كنا خمسة صحاب مع معنا يعني الخمسة من الشارع واحد من ضمنهم الاتنين اللي توفى يعني انت شفت الموت بعنيك ثمان ساعات موت ثمان ساعات وهم في نص البحر ما احنا شايفينها راحين في ايه لغاية ما الكل استاسلم بقى على بعد كيلو اصلا احنا شايفين ثلاث مراكب المراكب ديت لما شفناه الكل في نفس واحد يا رب ويا الله والحمد والله ولك الحمد وساعة ما نوصلنا للثلاث مراكب سابنا ومش شوف بقى لما كون انت في نص في عرض ربنا ثم في عرض البحر مراكب ايه بقى مراكب سيد ولا مراكب فيها ناس تانية اصلا فيها ناس فيها ناس الراحين يسافروا لا صيادين زي اللي كنا راكبينها كده مراكب سيد برضو صيادين بس هم خافوا ياخدونا خافا عليهم ان مش بعيد مثلا ممكن لما الحكومة المصرية اللي حاجة تتكلم معهم هيقولوا انتوا اللي مطلعين من انتوا اللي بتهربوهم اه انتوا اللي مهربين هو ليه بقى كتير من الناس اللي بيكونوا رايحين رحلة زي كده وربنا ينجيهم يقولوا احنا هنطلع تاني بيينسوا بيينسوا لحظات الموت ولا خلاص هو ساعتها بتتنسوا بس هو فكرش كل تفكير اللي هو عادي اعمل ايه مثلا شاب عنده 27 سنة عاوز يعمل شقة وعاوز يتجاوز وعاوز وبص الزميل اللي هيها سفرت وعملت عمارة والعمل فيلا والعمل فعاوز يموتنا ويقول لك يا موت يا عادي انا واحد من الناس والتي يا موت يا عادي ورحت مرتين اتنين وعلى فكرة انا ما ترحلتش من فرنسا امال ايه اللي حصلت انا عدت 7 سنين في فرنسا وبعدين انا عديت الاول من على اليونان عدت 4 سنين في اليونان في كريبت وبعد كده عديت فرنسا وبعدين عدت 3 سنين وعملت وراء ونزلت بقى يعني انا كنت نفسة انزل مواصر كمعاي ريسيبسي وما يعني ما رضيتش السنة استنى بكارت قلت روح وابقى جتاني بريسيبسي ده انتظار كارت تيكتاني بالمركب بقى ولا بيان لا رسمي ما هو ريسيبسي انتظار كارت طب يعني انت يعني عديت وعملت المخاطرة ورحت هناك وبعد كده رجعت انا عدت 7 سنين على بقى طب ما هو يعني معليش ما هو برضه وده مش منطقي يعني انت لو كنت مرتاح هناك ما كنتش رجعت لا انا كنت مرتاح الحمد لله كنت شغال وعملت واتجوزت ولو ما كنتش عديت ما كنتش هتجوز ووله كنت اعمل اي حاج لغي دلوقتي مهمش هقدو عمره كل بره وقعد سرق سنين رحلة اعايز انزل الكورش وبعد ما عدت فرنسا ربنا كرمنا وعملت ورق وارضيتش استنى الكارت يعني بديش طغطان استنى الكارت خفت ما استلمش الكارت مهارفش رجعتان فاقلت انزل شهر وارجعت انت ارجع قاللك حافزين الكارت اله ده يعني ده انتظار هو كان ليسه ما استلمتش كارت مرضوش يعدينه من المطال قولت عدتجوز بقى وأستقر وأشوف وظيفة أنا بقى من 2013 ثلاث سنين ثلاث سنين ونص ما هو ده معناه أنت مش هتعرف تروح فرنسا بشكل شرعي يعني معنى كلامك أنت أوراقك مش كاملك يعني مفروض تجيب ورقة هي مش معاك للأسف هي معايا ريسي بس معايا بس مرضوش يعدينه من المطال أيوة ماشي يعني هو مش هتعرف تروح بشكل شرعي هتشوف أي حد يصفرك بالبحر لأ بحر تاني لأ يعني بعد ما عدت سبع سنين أعد بحر تاني لأ لأن أنا أنا كنت في طولي في الأول أنا كنت في طولي لو كنت موت مش مشكلة أعيز على شوية واتتنسى الموضوع وخلاص إنما أنا دلوقتي ورايا أسرة ورايا مثلا زوجة ورايا حيال فأنا لو موت مين اللي هي فمينفحش الأول كنت عادي يعني أنا كنت متقبل 90% ومية في المية اللي أنا هموت في البحر أنا كان معايا بنت 17 سنة يعني أنا نفسي يعني مش قادر أصلا يعني مش قادر أستقل لحد الوقتي أخوتها أربع بنات وهي إزاي والدهم أصلا يطلعهم كلهم كده يعني مع أسرتهم والدها ما طلعش يعني باباها ما طلعش يطلع مراته وأربع بنات أولاده ده على المركب دي؟ على المركب اللي كانت معايا دي تلت بنات توفهم ومراته تبدأ يحسسوا إيد الوقت لما يبص البنت اللي ربينا نجاهي يبص لها كده يعني نفسها تفضل مكسورة أصلا قدام منها العمر كله هي البنت نفسا أصلا يعني هتعمل إيه لما تخش البيت ما تلاقيش أخوتها ولا تلاقي والدتها ما هي كده كده بقت ميتها بقى طيب هسأل سؤال من غير يعني لو سألتكم تلتلاتة وبعد التجربة دي وبعد مربعنا نجاكم هتجربوا تركبوا المركب تاني وتطلعوا إيطاليا أنا عن نفسي؟ هحاول مرة ومليون حد ما دينا تنزب عطا عن كده لأن أنا لو أعدت وقلت مش هسافر من اللي حصلي غير هيفكر فيه حاس أن واحد تاني هيأخذ الفرصة دي هيأخذ الفرصة دي ويعملها برضو الأخ اللي هو كان وقلت أنت بتشتعل إيه أصلا يعني؟ أنا نقاش وإنت هتحاول تاني ما فيش يعني هو لو فيه فرصة تعمل للشباب هنا في مصر لو فيه شغل تماني لفيتها بدل الشغلة كذا الشغل اشتغلت بتلاتين جنيه يومية يومية اتنشر ساعة بتلاتين جنيه في الشر بتوصوني متجنيه تقدر حضرتك تقولي له هيوفره إيه؟ يعني أنا لو بدخل التوصوني متجنيه دول خلاص رايحيه يعني أكلي وشوربي وسكني في الشغل في الكاهرة مفيش هوفر إيه إخواته ووالدتي أحمد محمد درويش محمود حسين محمود عبدالوهاب بتمنى إنه ربنا يحقق حلمك بس بأمان بعيدا عن التهلكة بعد الفوصل هنرجع لحضركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر